هذا وتشارك مملكة البحرين بلدان العالم في كل عام الاحتفاء بشهر التوعية بسرطان التالي في أكتوبر بهدف زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية به والتشجيع على الكشف المبكر عنه نعم وأتولي البحرين اهتماما كبيرا بنشر الوعي الصحي وخصوصا فيما يتعلق بسبل الوقاية من السرطان والتشجيع على الكشف المبكر مما يحسن فرص التعافي لدى المصابين فحوصات دورية وحملات توعوية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي أطلقتها وزارة الصحة بهدف كسر حاجز الخوف وتشجيع المواطنين والمقيمين على المراجعة الدورية وتوسيع قاعدة الملتزمين بالفحوصات الدورية التي من الممكن أن تكون سببا بارزا في التعافي تولي حكومة مملكة البحرين اهتمام شديد بمرض سرطان الثدي من ناحية التوعية للوقاية من المرض ولذلك تقيم وزارة الصحة فعاليات متنوعة تركز على التوعية بالوقاية بأهمية الفحوصات الدورية عن طريق التفاعل مع أفراد المجتمع سواء موظفية سواء أفراد الجمعيات تغيرها من أفراد المجتمع وأيضا عبر التوعية عن طريق مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاء سواء التوعية المقلوعة أو المسموعة أو المرئية سرطان الثدي يعتبر من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء وقد سخرت برامج وخطط وزارة الصحة في شهر أكتوبر لهذا المرض كما تم استحداث العديد من البرامج التوعوية والتطقفية الداعمة لتكثيف سبل الوقاية الممكنة إلى جانب تعزيز مجالات الشراكة المجتمعية في سبيل الحد من انتشار المرض وتداعياته وذلك من خلال اتباع أنماط حياة تساهم في الحفاظ على توفير حياة صحية سليمة الوقاية خير من الإلاج ولذلك الوقاية جدا مهمة أولا باتباع أنماط حياة صحية وثانيا بالكشف المبكر طبعا العوامل المساعدة للإصابة بسرطان الثدي كثيرة منها العمر والجنس ولذلك الإناث معرضين للإصابة أكثر من الرجال منها عوامل أنماط الحياة الغير صحية وتأتي أهمية شهر أكتوبر للتشجيع على مواصلة نشر الوعي والتطقيف اللازم لجميع الفئات المستهدفة بجد والفحوصات الدورية الوقائية ودور الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي في خفض معدلات الوفايات مع التأكيد على أهمية التدريب على القيام بالفحص الدوري الذاتي كما تؤكد وزارة الصحة على مواصلة خططها الوقائية للحد من انتشار الأمراض المزمنة غير سارية مع التأكيد على أهمية استعراض ومتابعة نتائج الأبحاث والدراسات التي تقوم بها الكوادر الطبية والمتخصصة محليا ودوليا بالتعاون والتنسيق المشترك مع العديد من الجهات الطبية والعلمية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر